طلعنا مظاهرات بشان كتابنا المقدس وبشان ديننا وبشان رسولنا الكريم جينا بشان هالخنزير الكلب ياللي حرق كتاب الله يوم عيدة الأضحى المبارك ونحن الشيء هذا ما نسمح له إذا ما قدرنا بسلاحنا وبقوتنا نقدر بالأقل شيء بالأعلام وإن شاء الله رح تصل رسالتنا إلى أبعد مكان اللهم نسل الإسلام على المسلمين وعندلنا شيء للمشركين وعندلنا شيء للمشركين اليوم احنا قاعدين وواقفين هنا في وقف احتجاجي ضد هذا العمل المشركين الذي قام به من يدعي أنه من دولة عربية وقام بحق القرآن الكريم ونحن كناس عوام ومدنية لا نستطيع إلا أن نقوم بالتنديد والشجب أما الحكومات العربية والمسلمة والتي تدعي أنها مسلمة والتي تدعي أنها تقيم شرع الله سبحانه وتعالى وطواغيت العرب يجب أن يقوموا بموقف حازم وهو مقاطعة وممانعة البضاعات السويدية والبضاعات الدماركية والبضاعات الأوروبية وهذا أقل واجب يؤدينه تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه نبيه وتجاه كتابه نحرق القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين خرجنا اليوم تنديدا ونكرانا لما فعله المواطن السويدي العراقي صبيحة عيد الأرحى بكتابنا المقدس حركه واليوم خرجنا نكرانا لهذا العمل المجرم ونطالب الحكومات العربية والإسلامية أن يستنكروا هذا العمل ويتخذوا الإجراء اللازم على مستوى العالم والأمم المتحدة هذا هو جند القرآن قد خرج مظاهرة في رأس العين تنديدا لحرق القرآن في السويد ونقول لكل حاقد ونقول لكل حاقد الذي دب الحفظ في صدره تجاه القرآن الكريم ما نقول له ما الذي فعل بك القرآن حتى تكره كل هذا الكره نقول هذا جيش القرآن وهذا جند محمد صلى الله عليه وسلم اليوم يخرجون مظاهرة تنديدا لذلك الحاقد الذي حرق القرآن ونقول له يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ونقول لهم إن القرآن الكريم هو دستورنا ومنهجنا وهو سبيلنا وهو طريقنا وهو هدايتنا وهو سبيلنا إلى الجنة ونحن نموت في سبيل القرآن الكريم ونقول للحاقدين لعذكم الله في بلدانكم ونحن الآن في رأس العين في رأس العين نجهز خمسين حافظا لكتاب الله عز وجل وسنطلق هذه الحملة بعد أيام إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك يا الله رأس العينة